على خلاف الأزمات السياسية التي شهدها العراق منذ عام 2006 لا يظهر أي دور أمريكي بارس تجاه الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على واحدة من أعقد الأزمات التي أفرزتها الانتخابات السابقة مصدر حكومي في وزارة الخارجية ذكر أن تقدير موقف واشنطن للمشهد العراقي الحالي دفعها إلى اتخاذ قرار بعدم التدخل في الأزمة الحالية على الرغم من حساسية المرحلة الإقليمية والمحلية نواب سابقون عزوا غياب الصوت الأمريكي في أزمة العراق الحالية إلى ما وصفوه بتوجه أمريكي لتكرار طريقة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما القائمة على تبريد الخلافات مع إيران وعدم مضايقتها في المشهد العراقي ولعل الملف النووي الإيراني يفسر سببا قويا في غياب الدور الأمريكي المباشر في الساحة العراقية حيث لا تريد إدارة بايدن وضع العراقيل أمام أي اتفاق مع طهران ولسيما الصراع معها في العراق ويتضح ذلك من خلال غياب القصف الأمريكي على مواقع الميليشيات مثل ما كان عليه الوضع أيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انشغال الولايات المتحدة بالحرب الروسية الأوكرانية والصين ومناطق أخرى من العالم ساهم أيضا بغيابها الظاهري على الأقل من المشهد السياسي في العراق كل ذلك لا يعني أن العراق خرج عن السيطرة الأمريكية فموضوع تشكيل الحكومة والتفاصيل الصغيرة لا ترتقي إلى الهدف التدميري الذي من أجله غزية البلاد وذلك ما لن تفرط به واشنطن مهما تغيرت خططه السياسية